تقول والدة الأسير كريم يونس إنها لا تخاف عليه فكلما تقدمت السنوات أصبح ابنها حرا أكثر لكنها تخاف أن لا تلقاه في لحظة حريته الأولى خارج السجن هو الذي عندما توفي والده عام 2007 منعه الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في تشيع جنازته من حناش ولا مرة هو صامد وصليب ومحبوب والأسرة يعني بيحترموا رأيه بيحترموا كلمته وبقدروا بك لما يصير بيعرس لبنتي ولا لابني أفوت وأعيط وأعيط وأطلق بديش أخلي بديش أشعرهم يعني أني من ذلك بس هذا كان موجود في داخلي ابن قرية عارة الواقعة في الداخل الفلسطيني بدأ عام 1983 رحلة اعتقال بتهمة المشاركة في قتل جندي إسرائيلي لم يتوقع أحد أن تستمر عقودا من الزمن تنقل خلالها بين كل من سجن الجلمة الرملة، عسقلان، نفحة، بئر السبع، مجدو، وهداريم 37 عاما في السجن لم تنل من عزيمة عميد الأسر الفلسطينيين والعرب احترف الأمل وبقي ثابتا بين خيارين لا ثلث لهما إما النصر وإما الشهادة ومع طول فترة الأسر ومعاناة البعد عن العائلة لم ينقطع كريم يونس عن الدراسة فواصل رحلته التعليمية داخل السجون الإسرائيلية بل أصبح يشرف على عملية التعليم الجامعي للأسرة الذين سمح لهم الاحتلال بذلك أصدر أقدم أسير سياسيا في العالم من داخل السجن كتابين أحدهما بعنوان الواقع السياسي في إسرائيل عام 1990 تحدث خلاله عن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية والثاني بعنوان الصراع الأيديولوجي والتسوية عام 1993 وعلى مدار سنوات اعتقاله كان أمل عائلة يونس يخيب مع كل صفقة تبادل أسرة بسبب رفض إسرائيل مراراً الإفراج عنه آخرها صفقة عام 2014 التي تضمنت الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين ما قبل أوسلو الأسير كريم يونس الذي قضى جل حياته بين زنزين العتمة يواجه بجسده ظلم المحتل وصلفه يؤكد أنه إذا كانت سلطات الاحتلال تراهن على عامل الوقت فلتعلم أن الأسرة خير من يعرف كيف يطوعون الوقت لمصلحتهم